في معجزة أخرى مذكورة بإصحاح كامل في بشارة يحنى في الإنجيل المقدس في إصحاح تسعة بيتكلم أن يسوع كان مجتاز وشافه أعمى وسأل التلاميذ يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أكيد فيه مصيبة وراء هذا المولود أعمى بحسب تقاليد اليهود طبعا ولكن المسيح عنده حل تالت مش تفكير التلاميذ ولا تقاليد اليهود عنده الحل بتاعه الحل الإلهي يعني لاحظ كلام يسوع المسيح قال هذا لا هذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطل بالطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى واغتسل وأتى يعني رجع بصير لاحظ في هذه المعجزة أن يسوع عنده القدرة وهذا هو حل ليسوع المسيح ليس بحسب تفكير الناس بتذكرني في كلمات مشابهة في صحاح 11 عندما أرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض طبعا مرت ومريم أرسلوا وراء يسوع لأنه العازر كان مريض كان جواب المسيح هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله بس بالحقيقة أنه العازر مات وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا كان له أربعة أيام وبالحقيقة أنه أنت يعني خلاص رحته طالعة ولما راح عند القبر قال لي مرثة إن آمنت ترين مجد الله عنده حل غير الحلول البشرية صرخ ألي عازر هلما خارجا فطبعا خرج ألي عازر وأقام من بين الأموات أو بالأحرى كما فعل مع المولود أعمى فعل مع ألي عازر أي أنه خلق خلق عنين لهذا المولود وخلق جسد جديد لألي عازر والسؤال من هو الخالق ومن يستطيع أن يخلق الذي به أيضا عمل العالمين كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان به وله الكل قد خلق وفيه يقوم الكل فإذن المسيح هو الخالق والمهيمن والحافظ كله بكلمة قدرته يفك يعني إيده الكلمة كل الكواكب وكل العالمين بتنهار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة